سيد المجد اهلا بي سيد خالد ازايك؟ اهلا بي حضرتك شفت التحقيق معنا دلوقتي يا سيد خالد؟ اه شفت التحقيق طيب طيب تقدر تقول لنا حجم وطبيعة تجارة السلاح في مصر والقرى المحيطة بالقاهرة وغيره والكلام ده عامل ازاي؟ والله سيد المجد خلنا اتكلم بشكل يعني اكثر محلية عشان نكون دقيق في المعلومات وهتكلم عن مصطفل المحيطة بيها يعني عشان معلوماتي دقيق يعني اتفضل يا فن اه وبس زي ما سيدت اللي هو اتكلم عن الوقت ان الصف لها طبيعة خاصة لان هي رغم انها بعيدة عن الصعيد الا ان الخط العربان والبلاد القرى التابعة لمركز الصف واطفيح هي جزء من الصعيد يعني عادات وتقاليد الصف كأنهم من محافظة كنا الحقيقة ان موضوع السلاح كان موجود قبل الاستورة فعلا لكن عشان تبقى الامور واضحة ان هناك تجار سلاح رسميين وهناك تجار سلاح غير رسميين مرخص ليهم وغير مرخص ليهم لا غير رسمي بيعمل فيه ناس بتشتغل فعلا بالتعاون او بالتفاهم مع بعض الضباط الدخلية وكان عندنا في الصف من فترة طويلة مكانش كان في اي فرح من الافراح محدش يقدر يضرب طلقة واحدة طلقة واحدة لان كان البندقية بيجي واللي ضرب بيجي لكن في خلال سبع سنين او ثمان سنين انتشر السلاح والمخدرات بكثافة لامور بقى لكل يعلمها واصبح الوقت في فرح اي من الافراح اللي في الصف بيضرب الشيء بمتين الف جنيه طلقات بمتين الف جنيه طلقات بمتين الف جنيه طلقات وبيروعوا التجار السلاح يأجروا سلاح البندقية بمية وخمسون جنيه في الليلة ويعودوا بالزنجات اللي هي سندق الزخيرة يبيعوا علنا الأفراح السلاح بيتأجر علنا والطلقات بتباع علنا زي الناس اللي بتبيع ترمس في الشوارع فده حاجة لازم احنا عارفينها كويس جدا طب أستاذ خالد أستاذ خالد حتى التطور غير صبيعي أستاذ خالد خلينا نشوف موضوع بعد الثورة بس أحد فرصة للسيادة اللي هو سيادة شفيق يرد على الجزئية ديت أن من 7-8 سنين كان بتتم التجارة دي علنية وتحت سمع وبصر ومساعدة ضباط الشرطة بعض ضباط الشرطة سيادة اللي هو لا لا أنا آسف حقيقي أنا آسف هقول لحضرتك الكلام ده يعني احنا مشاهدين نتصيد بعض الأخطاء ونكبرها كان هناك تصرف فردي لكن في مجموع الضباط ومجموع منظومة الشرطة معظمها ناس وطنيين الناس بتتسم في المصداقية والشفافية والنظافة هناك بعض الأخطاء وهناك بعض من السلاكيات الخطيئة طبعا بنعترف بهذا لكن بيتم تقويمها أول بأول والعنصر الفاسي بيتم طلب سيادة اللي هو هل تم تقديم ضباط سرطة للمحاكمة أو الأقاب وتفاصلوا تفاصلوا من خدمة آه طبعا يعني محدش يقدر يتسطر على فساد أيا كانت خاصة أن جهاز ده جهاز فيه جهاز رقابية كتير جدا بتقدر تعرف المسلوكيات والزباط والأفراد وبتتصعر أوام أوام لأن فيه أكثر من جهاز رقابي بيتنافسه على المعلومة الخطأ لازم تتسطع للمستوات الأعلى عشان يتغطي القرار فما حدش يقدر يقول أن أن فيه حد كان بيعمل أعمال غير مشروعة ويتم التسطر عليها أستاذ خالد سيادة اللي هو خليك معنا يا فندم بعد إذن سيادتك أستاذ خالد تقدر تقول لنا بعد الصورة المشهد وتجارة الموت والسلاح في المنطقة دي اللي حضرتك عارفها كويس اتغير فيه ايه أو شكله ايه دلوقتي طبعا أنا أقدر أقول لك بس إشارة بسيطة الكلام سيادة اللي هو أن هو بيقول إن الكلام ده مش حقيقي وأن احنا بنضخمه لكن أنا أقول لسيادة اللي هو وهو ممكن تكون عنده المعلومة إزاي إن الاستلاح انتشر لما واحد بيتمسك بسلاح بيدخل الناس يتوسطه سواء بشكل ودي أو بمعاملة ما طب يحصل إنهم يقولوا له طب هتقولنا بندقية تاني باسمها سلاح تسليم سلاح عطلان ياخد البندقية الحقيقية ويدول البندقية اللي هي تسليم العطلانة يطروح بها النيابة تروح المعمل سيطلع بايزة يطلع الأضياء بايزة يروح بيتهم بمعاملة لا 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 أستاذ خالد معاملة ما يعني معاملة ما يعني رشوة خلينا صراحة يعني ممكن بقى مع المخبرين مع كذا إحنا مش نعرف نقول أسماء لأن إحنا مش نعرف نثبت على حد آه بس معاملة ما معناها أن في رشوة آه في فلوس في فلوس طبعا معاملة ما يعني لكن بعد التورة أقول لحضوثك الموضوع حصل في تطور إن بدل الأسلحة اللي هي الطبعانجات والآه طبعا قالي ده ممتشر في الصف قبل كده يعني مش حاجة جديدة لكن الصفرة اللي حصلت إن دخل الجرانوف دخل الار بي جي دخل البازوكا اللي هي بتشتغل بالتترجع الحراري دخل فيه قنابل يدوية وأقول لحضوك الأسعار الحاجات دي المتدولة اللي كل الناس عرفها فيه قنابل غاز موجودة اللي هي الغاز بسل الدموع فيه ألغام أرضية فيه هاول بيستخدم في بعض الأوقات فيه مراضي الرؤية ليلية فيه طلقات كشفة يعني السلح بتاع عساد عسكري بتاع حرب قنابل غاز قنابل غاز المفتوض قنابل غاز القنبلة الغاز المسيل للدموع بتتبعه بخمسمائة أو ستمائة جنيه القنبلة اليدوية بألف جنيه الجرانوف الخفيف بخمسة واربعين ألف يعني يعني اللي حصل اللي حصل في السويس اللي حصل مع المعتصمين في السويس بأنهم قالوا إن فيه قنابل مسيل للدموع ترمت عليهم من أشخاص مجهولين مش أمن ده موجود في السوق القنابل دي موجود طبعا ومتاح جدا 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 وأتعاره يعني إيه ستمائة جنيه يعني إيه قنبلة بألف جنيه يعني ممكن يعني أدمر بيت واحد بألف جنيه طب أستاذ خالد أستاذ خالد سؤال أخير لو لو واحد عادي مواطن عادي كده عايز يشتري سلاح سهلة المسألة أنا هاستاذ محاك بس طبعا قبل السؤال الأخير هاستاذ محاك بس حاجة وبس إحنا عاوزين المشكلة مش إن نفيد تجار سلاح تجار السلاح ليسوا هم المشكلة أنا لو كنت مسؤول أجيب تجار السلاح دول وقال لهم تعالى رخصوك وتبيعوا سلاح لأنه كده كده اشتغلت السلاح لكن هي المشكلة في عدم التوازن المطلوب يا إما كل الناس الردع بيتحقق بالآخر يا إما كل الناس معاها سلاح يا إما كل الناس ما معاش سلاح لو كل الناس ما معاش سلاح مش اللي أحد بيستخدمه وده الدولة مش قادمة تعمله على طول الفترة اللي فاتت واعتقد القادمة لكن لو كل الناس معاها سلاح بيتحقق فرق لكن عاوزين يبقى سلاح شرعي يعني يفتح باب الترخير ما ينفعش البلطاجي بقى معاها طبانجة أو بندية يققشني بها وياخد عربيتي وأنا لو عددت كمين معايا الطبانجة بتاعتي وأنا عند محل أو عند مزرعة أو عند شركة أو مصنع أتاكد بيها ويتعمل لقضية اللي بيعرف يخد سلاحه ويعرف يهرب به البلطاجية لكن الشرفاء النضاف اللي عاوزين يحمل نفسهم مش عارفين عاوزين كل المشكلة نرخص نعمل ترخيص لتجار السلاح يبقوا شرعيين ونفتح باب الترخيص اللي مغلق 150 عندنا في القسم 150 نرخص السلاح تقدمه ما توافقش غير على واحدة منها أستاذ خالد حدتك ترحت حل ممكن يكون مطروح للنقاش شكرا جدا أستاذ خالد سيادة اللواء سيادة شفيق معايا يا فندم لسه سيادة اللواء سيادة اللواء سيادة شفيق شكرا جدا أستاذ تلواء اللي تصال واضح أنه تقطع خلونا نطلع فاصل دلوقتي هيكون معانا بعد الفاصل الأستاذ ممضوح البرودي أحد تجار السلاح المرخص ليهم هنتكلم في الوضع وخريطة السلاح في مصر والحلول اللي ممكن تؤدي إلى حل المشكلة دي خصوصا أن احنا في فترة السلاح فيه انتشر جدا 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 وبالتالي ممكن جدا تكون فكرة من حد موجود في هذا المجال تساعدنا كتير في الوصول إلى الحل الأمثل أشوفكم بعد الفاصل اشتركوا في القناة